رجاء سكوت لافتة وضعت بالقرب من إقامة الزعيم الجنوبي جون كرانك بمقر مفاوضات السلام في نفاشا وبداخل المقر مجموعات عمل متعددة تضع صورة الوضع النهائي لمناطق جنوب السودان في مرحلة السلام وما بعدها ويرى الجنوبيون داخل هذه الفيلا وخارجها أن مرحلة ما بعد السلام سوف تكتب تاريخا جديدا في حياة جنوبي السودان ميلاد الجمهورية الثانية للسودان إتمام هذا الاتفاق لأن الاتفاق هو يعالى لرسم الخريطة السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية للسودان وهذه كويني أكبر أصوات الجنوب الفنية جاءت هنا إلى نفاشا كالكثيرين استعدادا لتوقيع اتفاق السلام كويني تحتفظ في حقيبتها بالكثير من الهدايا المؤجلة إلى حين تجاوز الحدود باتجاه الجنوب قطاع كثير في حياة الجنوبيين تصفها كويني بالمأساة المتعددة في حياتهم حتى وإن حاولت أن تحول كل شيء في المكان إلى معالم من جنوب السودان لكن فرحة الاتفاق بين الجنوبيين لا ترضي حقيقة الوضع المأساوي لهؤلاء فالقرى والمدن الجنوبية سوف تحتاج إلى الكثير من الجهود التنموية العاجلة جدا حتى يتمكن الجنوبيون من ممارسة الحد الأدنى للحياة وبصورة طبيعية وكل الأمال معلقة حاليا على مشاريع إعادة الإعمار في مناطق شهدت حروبا متجددة طيلة الخمسين سنة الماضية كما قتل فيها أكثر من مليون شخص وهجر مليونان آخران وتذهب كل التوقعات هنا في رباشا إلى أن المتفاوضين السوداني فضلوا التوجه إلى اختيار نهاية العام كموعد لاتفاق سلام شامل ونهائي اعتبارا لمصادفة تاريخ الفاتح من يناير تاريخ استقلال السودان ويريد السودانيون باتفاقهم هذا رسم تاريخ جديد لبلادهم نحن لا نريد فقط أن نوقف الشر نريد أن نفتح فرص يديدة لبلادنا نريد أن نعيد بناء ما تهدى منها بسبب الحرب يصف الشماليون اتفاق السلام النهائي المتوقع بين الساعة والأخرى هنا في رباشا بأنه الحالة المكملة لاستقلال البلاد الذي ظل منقوصا بسبب النزاع في الجنوب ويصف الجنوبيون الاتفاق بأنه الاستقلال التاني في تاريخ السودان لكن الجانبان يجمعان على أن اتفاق السلام النهائي هو الميلاد الجديد للسودان الجديد رباح فلالي الحرة نيفاشا كينيا ترجمة نانسي قنقر